السلام عليكم عندما تسمع عن رجل حكيم أسس دولة عظيمة ومنذ سنوات التأسيس الأولى آمن بتمكين المرأة وتوفير أفضل الفرص لها للتعليم وتعزيز قدراتها وإدخالها في سوق العمل بما يحقق لها كيانها ووجودها ويحفظ لها كرمتها فاعلم على الفور إن الحديث عن الشيخ زايد رحمة الله عليه وعن المرأة الإماراتية عندما تسمع عن سيدة عظيمة أسست مثالا ملهما لكل امرأة في العمل والعطاء وكرست وقتها لدعم المرأة وتشجيعها على التطور حتى مكنتها من المشاركة في مختلف المجالات والنجاح والتفوق على كفة الأصعدة فاعلم على الفور أن الحديث عن سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك أم الإمارات ودعمها اللامتناهي للارتقاء بالمرأة الإماراتية وعندما تسمع عن دولة وقيادة رشيدة فتحت أمام بناتها كل الأبواب سواء في التعليم والبعثات الدراسية الخارجية وفرص العمل والمناصب العليا حتى أصبح لديها أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان في العالم العربي وأصبحت المرأة وزيرة وكابتن طيار ومهندسة فضاء فاعلم أن الحديث عن دولة الإمارات وتجربة المرأة الإماراتية التي تدعو كل إماراتي وعربي إلى الفخر والاعتزاز حقيقة مسيرة النهضة النسائية بدولة الإمارات تمثل إنجازاً استثنائياً ليس في دولة الإمارات فحسب بل في الوطن العربي كله لأن المرأة استطاعت في وقت قياسي أن ترتقي فكراً وعلماً وعملاً ومكانةً وأصبحت تشكل 50% من نسبة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وثلث أعضاء مجلس الوزراء و32% من نسبة المتقدمين لمشروع الإمارات للرواد الفضاء اليوم أقولها بكل فخر أن خطط دعم المرأة بدولة الإمارات تخطط مرحلة التمكين إلى مرحلة الاستعداد للخمسين مع جيل النسائي قادر وبكل كفاءة على مشاركة الرجل في تحمل المسئولية والقيادة والتميز والتطوير في كافة مجالات الحياة من أجل المجتمع وأبنائه ورفعة اسم الوطن وليس أدل على ذلك من توجهات سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2021 هو المرأة طموح وإشراقة للخمسين وهي حقيقة تستحق ذلك عن جدارة فهنيئاً لكل مرأة إماراتية بما حققته من نجاحات وهنيئاً لها بيومها الذي وافق 28 من أغسطس من كل عام وكل التوفيق والنجاح لكل امرأة إماراتية في المرحلة المقبلة كضلع أساسي في المجتمع وأحد الرهانات الحقيقية لعبور دولة الإمارات بقوة واقتدار للخمسين عاماً المقبلة بإذن الله كل عام وكل سيدات وبنات وأبناء دولة الإمارات بألف صحة وخير ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله